بعثة الأمم المتحدة توجه أقوى انتقاد للتحالف الانتقاد جاء على لسان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار والبعتة الأممية لدعم اتفاق الحديدة الجنرال الهندي أبهيجيت غوها وذلك على خلفية الهجمات التي شنها طيران التحالف الأحد على ستة مواقع شمال مدينة الحديدة تستخدم كمعامل لتفخيخ القوارب التي تستهدف سفنا في البحر الأحمر الجنرال أبهيجيت اعتبر أن الضربات الجوية للتحالف تعرقل عمليات السلام وتهدد تنفيذ اتفاق الحديدة مع مزاعم لهذا الجنرال بوجود خفاض في المستوى العام للعنف الحديدة خلال الأشهر الماضية وإقرار بأن الوضع في المحافظة لا يزال متقلبا لم يحدث أن وجه هذا المسؤول أو أي من سلفيه انتقادا لتجاوزات الحوثيين لكنه لم يتردد في انتقاد الرياضة التي يبدو أنها انزعجت كثيرا من تصريح كهذا وجاء هذا التصريح بعد إضاحة قدمها المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أكد من خلالها أن العملية النوعية التي نفذها الطيران فجر الأحد في مديرية الصليف اقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشية الحوثية وشملت تدمير ستة مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة المسيرة عن بعد والألغام البحرية والتي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وفقا لما جاء على لسان المالكي وكالعادة أكثر المواقف حدة تجاه الدور الأممي تأتي في الغالب من مسؤولين في الشرعية التي أقصيت بالكامل عن الأحداث الدائرة في الساحر الغربي حيث توكل العمليات العسكرية الميدانية هناك لتحالف من القوات المشتركة التي أنشأتها وتشرف عليها الإمارات بشكل كامل أسرع رد جاء من وزير الإعلام معمر الإرياني الذي حمل بعثة الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن مصير تنفيذ بنود اتفاق الحديدة مؤكدا أن الحكومة والتحالفة لن يسمحا للميليشيا الحوثية باستغلال اتفاق السويد لتحويل موانئ الحديدة إلى معامل ومخازن للقوارب المفخخة والألغام البحرية وحمل الإرياني بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة كامل المسؤولية عن مصير تنفيذ بنود الاتفاق وعلى رأسها انسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة الحديدة وموانئها وفتح الممرات الإنسانية ووقف خروق ووقف إطلاق النار كافة وأنشطة الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب التي قال لا تمثل تهديدا لمصالح العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر